في هذه البلدة الصغيرة جنوب النيجر يضرب المسلمون والمسيحيون مثالاً قوياً للتعايش السلم والتسامح الديني فمنذ أكثر من ستين عاماً يتقاسم المسلمون والمسيحيون مكان عبادة واحدة لأداء شعائرهم 98% من سكان هذه البلدة مسلمون يشددون على ضرورة الاندماج الاجتماعي أمر رائع حقاً أن تجد مسجداً وكنيسة على أرض واحدة جنباً إلى جنب الناس هنا يعبدون ربهم في سلام من دون صراع في بعض الأحيان نحتفل معهم على الرغم أن لدينا فهماً مختلفاً عن الدين فهذا لا يمنعنا من التقرب من بعضنا البعض لا فائدة من البقاء منعزلين في النيجر البلد الذي يواجه تحديات أمنية وهجمات متكررة من المجموعات المتشددة على حدوده مع مالي وليبيا يتوخى المسيحيون الحذر أكثر من غيرهم لكنهم في بلدة بيرنيوني يتمتعون بالحماية ويقولون إنهم يشعرون بالأمان بكل صدق نحن المسيحيون هنا نعيش في سلام ليس لدينا اختلافات كبيرة مع جيراننا المرأة المسيحية لا تشعر بأي مضايقات هدوء توتر عام 2011 فقد تعرضت الكنيسة للنهب من شباب مسلمين لكن زعماء البلدة سارعوا للدفاع عن جيرانهم المسيحيين وألقوا خطبا تحث على نبضي العنف كان هناك سوء فهم لدى أولئك الشبان الذين هاجموا الكنيسة لم نقبل ذلك ولن نتسامح مع المسؤولين عن تلك الحادثة هذه البلدة معروفة بسلمها وانسجام سكانها ودائما نجد الحلول عن طريق الحوار وهذا يساعدنا في فهم بعضنا البعض مؤذرة أظهرت للجميع قوة التعاون بين أنصار الديانتين الذين يسرون على بث روح الوئام والانسجام بينهم ممتنون جدا لما شاهدناه من مؤذرة ومتفائلنا للغاية بمستوى السلم هنا بعد حادثة 2011 أعيدت تسمية الكنيسة إلى سيدة الحوار لتعكس التزام هذه البلدة بالتسامح الديني وينظم أنصار الديانتين لقاءات ونقاشات يتبادل خلالها المسلمون والمسيحيون الأراء حول تعايش سلم أفضل عملا بوصايا الإنجيل والقرآن